إذن أعلنت الوزارة الأولى اليوم عن فتح المساجد للمصلين ابتداء من يوم السبت المقبل الخامس عشر من أوت الجاري وسيتم تطبيق المرحلة الأولى على مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها تسع وعشرون ولاية حيث تفتح المساجد التي لديها قدرة استعاب تفوق ألف مصل وتنحصر فقط في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعلى مدى أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط